في حاجات كتير جداً بقت الشغف بيروح لها البرمجة والتصميم والجرافيك واحتراف الإعلام الجديد بكل أشكاله والبرمجة الطبية والمجالات اللي داخل فيها الزكاء الاصطناعي حاجات كتير جداً بقت تناسب تغيير نمط الحياة وعملنا الحر اللي معظمه بيبقى من بيوتنا لأنه فكرة العمل من المنزل دي بقت فكرة من الأفكار المعتمدة في العالم كله وناس كتير بتعمل عقود احترافية مع جهات وشركات دولية من بيوتها فتلاقيه عامل عقد لمدة سنتين ثلاثة خمسة مع جهة هي تعاقدت معاه وهو في بيته وبعت السيفي وهو في بيته وعمل انترفيوه ونجح وهو في بيته أسباب كتير جداً ممكن تأدي لنجاح كبير في التوقيت ده بفعل التكنولوجيا فقط لكن مش التكنولوجيا لوحدها هي لا تسبب النجاح لكن التكنولوجيا وإرادة استخدامها وتوجهها التوجه المناسب لكل واحد فينا كل واحد فينا عنده منطقة هي أحسن ما عنده ومفيش حد فينا ما عندوش منطقة فيها عطاء شديد جداً وفيها وفرة كبيرة المنطقة دي غالباً بتبقى نقطة السر في تأثيرك وفوجودك كله في الحياة أسباب كتير بتبقى وراء رغبة أي حد فينا أنه يروح مجال جديد ويستكشف مناطق جديدة في الأعمال في حياته رواد الأعمال بتلاقيهم راحوا مناطق جديدة بإبداع وثقة ومهارة وتدريب مروا بتجربة تغيير مجال العمل معظم المبادرين رواد الأعمال المبادرين مروا بتجربة تغيير العمل لأنه هم فتحوا مجالات جديدة استخدموا أفكارهم مشوا وراء شغافهم درسوا وخططوا وبزلوا وقتوا وجهد والنجاح ما بيجيش صدفة خطط عمل وحكاية إنسانية كبيرة جداً الناس بتحكي عن النجاح على أنه مرحلة واضحة وظهرة ونهائية لا ده قبليه كان فيه إعداد كبير جداً لازم كل واحد فينا وراه حتة غير ملعابه الأصلي يشوف قدراته وإمكانياته المجال اللي بيشتغل فيه دلوقتي يقدر يحافظ عليه ولا يستغن عنه تماماً أنا ليه عندي الرغبة في التغيير المجال الجديد اللي أنا عايز أروحه معلوماتي عن المجال ده لازم تزيد المطلوب للمجال الجديد لتحسين مهاراتي فيه فرص العمل المتاحة فيه عشان ما روح شبز الجهد وضيع وقت إلا إذا هوية بتسعدك دي حاجة تانية فرص التعلم أقدر أي حد يعلمني بسهولة سوق العمل المنتظرني شبكة العلاقات في المجال الجديد لازم أي مجال أنت رايح له يبقى عندك شبكة علاقات فيه إزاي تلاقي شغل إيه الكيفية هل مثلا اليوتيوب هل المقابلات المباشرة هل مكالمات التليفون هل لينكيد ان كلها تطبيقات بتأدل أني بوسع شبكة العلاقات وبشوف هقدم نفسي إزاي الابتكار في تغيير الكرير أو في البحث عن شغفي واستخدام التكنولوجيا يعني مفتاحين أساسيين جدا جدا إزاي ألاقي شغفي ولاقي نفسي وأنبسط لأنه الأصل في الحال إحنا نعيش مبسوطين وإزاي أخلي التقنية بتخدمني وبتساعدني في الحتة اللي أنا رايح لها ترجمة نانسي قنقر